نعمل على إيجاد طرق بديلة لتمرير صادرات الحبوب لكننا نرى أنها لن تكون بديلا عن مبادرة البحر الأسود التي تعد الخيار الأمثل مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل وعليه نعطي أولوية لإعادة إحياء المبادرة كما أن الرئيس التركي يبذل جهودا ممنهجة في هذا الإطار من خلال النقاش مع الجهات المعنية ومنها أوكرانيا والأمم المتحدة وروسيا والغرب ترجمة نانسي قنقر